السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم مع درس جديد من درسنا على قناة ربيع ازايات درس النهاردة هو طريقة عمل رسمة تنفع لشغل المدارس او المسابقات وهي عن المدن الصناعية الجديدة تعالوا تشوف تنفيذها ازاي بالخطوات ونبدأ بسم الله اول حاجة يا جماعة هنبدأ نرسمها ان احنا نحدد منطقة النص على مسافة 10 سنط من تحت يعني دي لوحة ورائية هيبدأ تنفيذ الرسمة عليها في اطار النص دايرة فبنحدد نقطة بالتبشير سواء اللوحة دي متر هائس 50 سنط وحط نقطة او ان انا اقس مسافة من هنا شمال ومن هنا يمين وابدأ ازبط منطقة النص واجب الخط بتاعي واجربه كده هشوف فيشتغل معايا المسافة بتاعته وتبقى الغاية فين وابدأ احط دايرة بتاعتي او نص دايرة بتاعته يمسك من اول الفرخ الاخر يعني وابدأ اعكس الخط علشان ايدي مش هتليف في الجنب التاني وهبدأ اوصل منطقة العشرة سنط اللي تحت دي مع بعضيها بنص الدايرة يبقى الرسمة بتاعتي او الاطار نفسه بتاعي الرسمة عبارة عن مص دايرة الرسمة نفسها او الخامات المستخدمة هتبقى خامة البلاستيك ومص لامع وهيتم رسم حاجات او رسومات جرافتي تدل على شغل المدن الصناعية الجديدة وهي عبارة عن مثلا المفاعل رسم مفاعل نوى مثلا مع غرف كهرباء او مصانع ومدخنة كبيرة تدل على المصانع والشعار المصانع نفسها والاتخنة وعمود الكهرباء مثلا بيدل على مناطق صناعية كتيرة او شركات كتيرة شغالة طيب احنا بنحدد بعض الاماكن وبعض الرسمات واللي هنعمل برضو وراها خلفية مش شرط ان احنا نرسمها بالتبشير احنا بناخد الخط الاساسي او الرئيسي في الرسمة عبارة عن مربعات او مستطيلات تحت ورسم المفاعل ورسم اعميدة او اللي هي اسمها ايه المداخن وبعض الدخان اللي طالع من منطقة المفاعل النووي الخاص بالصناعات يعني هبدأ ان انا هشتغل في منطقة النص دايرة بس يعني مليش دعو بالاطار الخارجي الاصفر بتاع اللوح هيتم دهان الرسمة ببلاستيك نص لامع والرسمة نفسها هنعملها رسمة ليلية او واغض الاطار الليلي وهي ان انا قعد من تحديد باللون الازرق زي ما حركوا شايفين كده بالفرشة تحديد باللون الازرق على منطقة النص دايرة وهبدأ ادهن منطقة السماء كلها بلون واحد بنفس اللون الازرق دا يعني دهان عادي خالص البلاستيك النص لامع بيقوص الورق شوية يعني بيخليه كشكش سنة كده بسيطة لكن هو بيرد تاني مكان هبدأ اعمل تحديد حوالين الرسومات لو هي مش باينة في التبشير فهتبان معايا في التصميم لما اعمل بيها السماء منطقة السماء يعني ادي الرسومات بدأت تظهر او تحديد الملامح بتاعتها بدأ يظهر لانها كده كده معمولة بكل حاجة مكانها موجود يعني متحدد وجاهس طيب انا عشان احدد المنطقة اللي هي اللي فوق هبدأ اعمل درجة لون ازرق وحطت عليها سنة لون اسود وهبدأ ان انا اعمل رسومات زي اللي موجودة قدام هعملها في الخلفية وراء على اللون الازرق اللي انا اشتغلت به ومربعات وكأنها في مدن تانية خلفية بعيدة ما لهاش ملامح واضحة او او صريحة كلها بلون واحد كخلفية واحدة تظهر معايا ان في مصانع او اجزاء تانية بعيدة اه يظهر في اخر اللحة تمام او هبدأ في اه تحديد المنطقة دي على انها منطقة ليلية هعمل هلال بدرجة لون جملي خفيف كده يظهر معايا الشكل العام اه الوضع الليلي يعني هنبدأ بيه اللون الابيض وابدأ احدد به بعض المداخن اللي موجودة مش شرط تشتغل كل الشغل مع بعضي مرة واحدة وينفح تعمل التصميم ده على مساحة كبيرة يعني على صور بتاع مدرسة مثلا او تعمل حاجة شبيهة به شغل الجرافتي بيعتمد على ان درجات اللونية بتاعتك واحدة يعني مش هتحتاج تعمل تسيح الوان كتير مثلا درجة لون ابيض ودرجة لون روز ووزع درجات الروز على منطقة الرسمة فاماكن مختلفة يعني معايا مثلا درجة لون اغضر زيتي وابدأ ان انا اعمل بها غرف فبالترتيب كده بحيث ان انا اعمل ده قدام ده وده بعد ده يظهر معايا كل لون لوحدي وكل تصميم لوحدي التلاتة دول هنعملهم نعمل اول واحد لون اصفر اصفر عادي جدا فوش اي حاجة زودت على سينة لون احمر سينة لون احمر خفيفة اعطاني درجة لون برطقاني ميلة للجملي كده شباه الجملي زودت سينة لون بني غمقته يعني شوية ممكن تكون مش ملحوظة قوي لكن هي باينة في التصميم بان انا اعمل تلات درجات علشان يبان معايا في بعيد وقريب التحديد كله بفرشة يعتبر فرشة واحدة هي اللي شغال معايا باخسلها واشتغل بيها ودي اللون احمر كمان هوت وبنفس درجة اللون الاحمر اللي معايا هعمل مربعات برضو كأنها غرف او ورش او مصانع في الجزئية دي الجزئية اللي تحت اقفل بقى النص دايرة تحت بلون درجة اللون سماوي زي نظام زي نظام مية مثلا اه اسفل التصميم اه بند رطوش بسيطة ومننساش طبعا نقط كده بسيطة تدي معايا تأثير النجوم في حوالين الهلال يعني وباللون الاحمر هبدأ اعمل خطوط تظهر معايا شكل المدخنة اه باي مقاس او اي شكل انت عايزه بحيث ان انت تعمل تنوع في اشكال المداخن الموجودة شبابيك ابواب حواجز بحيث الرسمة كلها رسمة بسيطة مش محتاجة اه يعني انك انت تعمل تصميم لها على الكمبوتر او حاجة كل التصميم بتاعها بسيط وسهل مجرد ان انت بتعمل اه 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 او مناطق ورش صناعية وياخد الابيض ده هاخده الشيطاني علشان لونه يقفل معي تحديدة بسيطة على الاماكن الغمقه تظهر معايا وتفتح معايا اللون تمام ازود اللون الابيض اتقفله شوية في منطقة كي انها دخان طالع من الفتحة اللي قدام ديت وادي عمود كهرباء مثلا والسلوك بتاعته بس يا سيدي ودي كانت الرسمة بتاعتنا واشوفكو على خير في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة